يا أيها الذين آمنوا كعوا اسجدوا وعبدوا ربكم وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وتاني شيء يعني مثل ما شفته بالعنوان يعني الحمد لله ألف الحمد لله كمية الراحة والاستقرار اللي حيسته بهالفترة يعني مية طبيعية ألف الحمد لله والله ده أحكي لكم على شغلة إن شاء الله بالفيديو عن هيك شغلات يعني ما رأت فيها قالت لكم بالفيديوهات الماضية ده أحكي لكم عنها وعن جد بسبب يعني مدة الفيديو مع بحثا إنه أحكي فإن شاء الله اليوم بالفيديو رح نحكي هلأ هيك متما شايفين رح أشارك معكم روتيني هذا من الصبح للمساء عن جد صبا يموت ما فقت لآخر الليل مع العلم أنه أيام بكون مثلا مصورة شي من قبل لا هذا كله بنفس النهار فهون عملت قهوة وقلت لحالي خليني هيك أبلش بقى روتيني لليوم مشان ما أطول عليكم أحلى شيء بتكتبولي أنه مين معي أنه نهار أي نهار لا أماني تنزل فيديو أبوس قلبكم كلها ياتكم هلأ هون القهوة تشوفوا مالا وش هاي القهوة كتير بتسألوني القهوة اللي بشربة أنا القهوة البشربة اسمها حبة هال هاي القهوة أبدا يعني ما كويسة كان جايب ليها جوزي لأن حبة هال كان يعني بعيدة علينا فما رح لعنده جاب لي هاي القهوة فشوفوا سبحان الله نفس الطريقة الغلي بس طعمتها ما طيبة ومو بس هيك وحتى هاي يعني ما لا رغبة على الوش أبدا مين كويسي أبدا هلأ في اتقالكم يوم بالفيديو صبايا بدي أخبركم فيه كتير صبايا يعني صار أكتر من مرة بدعم رفيقتي اللي هي ننوش ننوش هوم أكتر من مرة صار دعمتها وليش بحب أنه أدعمها لأنه عن جد صبايا بحب يعني فيديوهاتها يعني هيك بحس بفيديوهاتها كمية هيك الرواء والهدوء يعني مو طبيعية عرفتوا علي فلهيك بحب أنه أقلكن عليها عن جد مو بس لأنه رفيقتي بس بحب هيك يعني صلى هي بتغيب فترة بتشوف هيك التفاعل مثلا قليل بتغيب فترة يعني بتقول لها حالة أنه عبتش تغيل على الفاضي فبقل لها أنه نزلي فيديوهات وهيك يعني فهلأ بما أنه وصل لها فترة مرضانة وغايبة حبيت هيك أعمل لها المفاجأة بدي منكم كلكن تروحوا تكتبولها نحن من عند أماني وهيك تشتركوا عندها وتفعلوا زر الجرس رح أحط لكم رابط قناتها بأول تعليق مسبت وبصندوق الوصف عن جد صبايا ما تخجلوني كلكن روحوا لعندها وعن جد ما رح تندموا فيديوهاتها كتير كتير حلوة وهيك يعني صبية يعني شمدة لكون راي أو شون يعني ما بعرف إش أحكي عنها يمكن أنه أنا لأني أنا رفيقتي بشوفها هيك بس سادقوني ما رح تندموا روحوا وشوفوها واشتركوا عندها كلها ياتكم وفعلوا زر الجرس أهم الشي صبايا حتى عندي وعندها ليش منقولكم فعلوا زر الجرس مشان بس ينزل الفيديو يصلكم أول ما بينزل أرفتوا علي فإن شاء الله رح أحط لكم رابط قناتها بأول تعليق مسبت وبصندوق الوصف روحوا لعندها شتركوا عندها وفعلوا زر الجرس وقلوا لنا نحن منطرف أمونة وأحبكم كتير كتير ويخليلي قلبكم والله يجبر بخاطركم كل ياتكم هلأ هون مثل ما شايفين قمت عملت بطاطا هيك مشان على السريع ألفلهم لفات للولاد كان عندي شغل بالبيت على أساس قلت لكم أنه بدي أعمل الصالون فالصراحة شوي هيك ضهري مع بساعدني فقمت هيك شوي شوي عشغل البيت يعني عباش تغل شغلاتي شوي شوي قلت خليني أخلص مثلا من الوجبات الغسيل عندي غسط الحرامات وهيك قصص يعني فحطيت وجبة بالغسالة ووجبة حرامي يعني وكنت حيطة كمان وجبة حطيتها ونشرتها من الصبح من وقت ما فقط وهيك يعني لملمت وقلت الصالون بعيفه لأنه عندي البرديل بالصالون كتير هيك تقيلة يعني معلقات تقيلة يعني وزنة تقيل ففي هيك أطراف من البرداي بدون أطب بالأبرة فاشتريت أبرة يعني رحت اشتريت غراض للمدرسة إن شاء الله بالفيديو جاي بأشاركهم معكم اشتريت الغراض وكان لقصني كم غراض مشان هيك ما شاركتوا معكم بهذا الفيديو فقلت لحالي قمت ما قلت لكم عندي أطب للبرداي وعندي كم قصة بدي أساوية قبل ما أعمل للصالون ايفا عملت له هيك مسحة سريعة ولما سريعة للصالون موقنه حوسة نظيفة وهلا هون مت ما شايفين يا صوايا وقلت لكم رحت اشتريت غراض المدرسة جبت معي هون كانت جلاي عندي جلاي أنا وقت اللي بنقصة ملح بتضويلي هيك إشارة أنه بنقصة ملح كل ثلاثة شهر ثلاثة شهر ونص بنقصة ملح وبنقصة ملمع فاشتريت هاي العلبة الكرتون ملح والتانية هاي الأنينة ملمع والتالتة منظف الجلاي هي بتنظف الجلاي بحالة لحالة بس طبعا يعني مثل الزياء طبعوة الجلاي مثل محل فتحة الجلاي ليش بلايفون كتير بتستغربوا انه بتقولولي انه هي الجلاي عم تلايا في حالة ليش بتلايفين او مثلا هاي هدول الشفرات طبعوة الجلاي لأنه صبايا هدولة إجباري يعني لو نظفت حالة الجلاي إجباري بدون تنظيفة على الإيد أيام ما بتصل لهم الجلاي يعني تنظيفة ما بتصل لهم ايه فلا هيك متما قلت لكم بلايفة يعني هلأ هوني حطيت الملح والكرتونة كلها يعني إلا ربع أخذت يعني كلها الكرتونة وحطيت كمان ملمع كان الملمع كمان خلصان ناقصة وهون حطيت هذا متما شايفين وخليتها هيك هي على الفاضي تجري الجليات هلأ هوني متما شايفين هلأ عملت البامة قطمتها قلت بقطم البامة وبجعل مطبخ بنطفة وبعدين يعني على رواء هيك بطبخ الطبخة وخصوصي سوايا بعد ما ما بعرف إزا هي بس أنا هيك بحس بس أقلي بطاطا بالذات البطاطا ها ما قول بين جام البطاطا بالذات بس أقلي أكتر من واجبتين هلأ هون كنت قيل لي واجبتين يعني بطاطا بس أقلي أكتر من واجبتين بحس الزفر وصل يعني للشبابيك للأراضي ما بعرف ليشك أحساسي حتى بحس إنه أجري كله يعني صار الزفر مع إنه ما بطر الزفر هالأ تحت بس هيك أحساس سبحان الله هالإحساس ايه فهوني متما شايفين يعني بحسنت إنه أطبخ مع العلم إنه خلصت من البامة قطمتها وخلصتها فبحسنت أطبخ لوقت ما هيك نضفت كل شي حوالي المطبخ كله نضفته ومساحت الشبابيك تبعوته المطبخ وعملت الأراضي لحتى أحسنت إنه أطبخ لأنه أنا طبختي بتصير صبايا طال شون روتيلي طبختي بتصير يعني بفترن تقريبا ساعة انتين للولاد طبختي بتصير تقريبا شيء ساعة خمسة خمسة ونص يعني أيام إذا فيها الأكل الرز حتى الرز ما بطبخه لقبل ما يجي جوزي يعني بنص ساعة ما بحب أسخنه لأنه فكت عب أحكي لكم صبايا بالنسبة للاستقرار وهيكي يعني فيه شغلات أيام الواحد ما بيحس بالنعم تبعوته بعتذر كتير صوتي له الله عن جد ما طبت بعتذر هي كذا مرة يعني عب أحس حالي إنه عب أصرع بالصوت إنه عب أصرع حال إنه أنا عب أصرع من صوتي حسي فكت عب أحكي لكم إنه فيه أيام شغلات الواحد ما بيحس بنعمة ليفقده عن جد فأنا عدت علي فترة إنه كتير كنت كرهاني البيت عرفتوا؟ كتير كنت كرهاني البيت كنت كرهاني حتى مشتية إنه إنه أنزل على سوريا عرفتوا علي كتير كتير كنت مشتية فوقت الشيء الصار هذا الشيء اللي صار ووقت اللي صارت جد وإنه بدي أنزل وبدنا نسلم البيت حسيت حالي إنه فكرت فيها إنه هيكي ده أترك جوزي وأخذ الولاد وهيك يعني كتير كتير حسيتها صعبة يعني فكتير فيه في صبايا بقولولي بس إنه ميلين معصبين هيكي فسجقوني الاستقرار وهيك دائماً واحد يحمد الله عليه يعني خصوصي هلأ بهالفترة هاي كتير نسبة صبايا يعني بعرفهم ومن متابعيني عم بكتبولي على الإنستجرام يعني عم بوضعوني منهم رايحين لمصر منهم رايحين لدبي منهم رايحين لسعودية فالله يسر لهم كل ياتهم يا رب ايه فهبز على بحس إنه إسطنبول عبتفضى يعني وحتى حسي إنه هذا الاستقرار اللي هلأ نحن فيه يعني فترة مؤقتة عرفتوا عليه يعني وحتى يعني إذا بقلكم يعني أنا ما بحب إنه أحط تحت الأمر الواقع فهي الشيء هذا الشيء اللي صار يعني طليت في البيت وصح دفعت الزيادة بس مشان إنه ما أنحط تحت الأمر الواقع وأقوم هيك يعني بسرعة يعني أساوي الشغلات اللي تتصير يعني عرفتوا عليه فإن شاء الله بالأيام تجاي بإذن الله يعني مو هلأ بالأيام البعيدة يعني تقريبا تسعة شهر عشر شهر فيه مخطط في راسنا يعني أنا وجوزي رح يصير فما بحسن أحكي هلأ عنه إن شاء الله بس يجي وقته بحكي عنه لأنه فيه شغلات صبايا كل ما بحكي عنه ما بتصمت فلهيك يعني كل شيء بوقته حلو إنه رفته علي كتير منكم عبتقولوني إنه أنه أنت بالبيت دوري على غير بيت وهيك قصاص لا فيه شغلات إن شاء الله بالزمن المو القريب البعيدة شوي إنه رح تصير يعني قلت لكم هون تركيا ما بقى يعني إنه نستقر فيها أو هيك لهيك وقت اللي قلت لكم بالفيديو الماضي إنه عبالة لأ أختي إنه بدي أشتري فرشة وقتلي أختي لا بقى تشتري شيء أبدا يعني فيه صبايا فكر ويعني فيه كذا صبايا كتابوا لي إنه هذا بخل أو هيك لا لا مو بخل صبايا نحن هلأ صار وضعناي مو بس أنا كل السوريين ما بقى بيت تركيا ما بقى حدا بشتري إنه أغراض عرفتوا إلا المستقر إلا المسلا شيري بيت إلا اللي بيعرف حالو ضلانهم بالبلد المعو جنسية بس نحن يعني أغلب السوريين ما بحكي عني أغلب السوريين إجمالا يعني ما بقى حدا بلقاتي ولا بقى حركة لأنه فيه قصص رح تصير لقدام يعني إيه فبإذن الله يعني لقدام تعرفوا كل شيء عرفتوا علي يعني مو قصة لا بخل ولا شيء يعني البخيل يعني لو مثلا السوري بخيل كنتوا شفتوا مثلا يعني مو بس عب أحكي عني يعني أغلب الصبايا اللي بتركيا يعني كان صبايا ولا حدا من الصبايا اللي هون بتركيا العيل اللي هون بتركيا السوريين كان ما حدا فرق شبهته عرفتوا علي فالعالم كلها يعني اللي فير شبهته اللي هيك كله صراحوا باعوا اللي سلموا اللي نزلوا اللي سافروا على غير منطقة فلهيك هلا هوني ما بقى يعني بتركيا ما بقى في استقرار عرفتوا علي فأنا هاد الشي يعني اللي كنت إنه خلص يعني بعرف حالي خلص فيه فترة معينة مهلة معي بإذن الله بعدها يعني ما تثبط الأمور إن شاء الله يعني بمشي الحال وحتى ما بس أنا صبايع بحكي أغلب الناس اللي هون يعني مثلا أخواتي كل العالم فيه فترة معينة أكيد الوضع ما رح يضلع حاله عرفتوا علي إيه والله حبيت أوضح لكم الشي اللي صاير يعني نسبة التعليقات اللي كتير اللي بتجيكم عن جد الناس ما بتعرف يعني فحبيت إنه هيك أوضح هلأ هوني متما شايفين يا صبايع قليت البامة حطيت اللحم قليتها وبعدين حطيت البامة وكمان هيك خليتها تتقلى يعني قلبتها كم طالبة وعفتها كل شوي أحركها شوي وبعدين أغطيها وهنا عصرت البندورة هالفريش عصرتها وضفت لها إيها كمان هيك كمان تطلع كتير طيبة وبحط لها ملح وأنا بحط لها معلقة سكر يعني تطلع كتير طيبة عرفتوا علي وهلأ هوني جيت أعمل الرز بالنسبة للصبايع في كتير ناس بقولولي ليش ما بتعملي الشعيرية صار أكتر من مرة والله شقد حكيت إنه أولادي بس شافوا شعيرية بالرز ما بيأكلوا ما بحبوا أبدا أبدا أهلي بحبوا بس أولادي ما بحبوا ولا جوزي لأنه في مرة في صبيعة كتبت لي إنه رز مسلوق أو إيهاك يعني إنه شو متأكلوا رز مسلوق لأ نحن كتير منحبوا هيك جنب الأكل يعني ما منحب منضف له أي إضافات تانية خصوصي جنب اللي تعرفته علي ايه وصبايا كمان مشان ما أنسك الكتير صبايا عب بسألوني إنه الرقم صاحب الزيت إنه يعني عب بقولولي إنه إذا دفعنا قبل ما تجي تنكد الزيت إنه مأمن ع كفالتي صبايا مأمن يعني لتلكم صار كذا مرة أخدنا من عنده والزلم من معارفيننا يعني عرفته علي يعني توصي توصي أبدا يعني ما تخافوا أبدا أبدا فهلأ رح أحط لكم رقمه على الشاشة فلأنه كتير انطلب مني الرقم وفي قلت بالتأول تعليق مسبت في صبايا نازلين على التعليق عب بكتبولي وين الرقم ما بعرف يمكن في ناس ما بيعرفوا إنه الأول ما التعليق بكون أنا معلقته ومسبته وعرفته علي إيه فإن شاء الله رح أحط لكم رقم وهلأ هون على الشاشة إذا بتحبوا تطلبوا زيت مأمنوا ومدفع يعني بتدفعوا له وكونوا مأمنين يعني التنكة بتوصلكم لباب البيت وصبايا التوصيل لكافة الولايات التركية عرفتوا علي والشحن مجانا يعني عرفتوا يعني إحنا ما دفعنا وقت اللي إجت التنكة ما دفعنا أجور الشحن إيه بس هيك حبيت يعني لأني كتير انسألت وشفتوا بالفترة الماضية ما كنت إنه فاضي أرد فقلت لكم يعني دائما بالتعليقات إنه الأسئلة كلها عبرد عليكم بالفيديو هو منتسلى وهو منحكي هيك مع بعض هلأ هيك متما شايفين سبايا خلصت الطبخة صارت جاهزة عن جد هالأكلة من أطيب الأكلات عندي البامة يعني طبعا من بعدها الكباب والملوخية والأصص يعني من الأكلات اللي هيك السهلة والسريعة هي البامة كتير بحبها وشيخ المحشي المفروط ايه كتير بحب هالأكلات يعني هيك سهلات بتحسون وسريعات ايه فهي كمتما شايفين الحمد للرب العالمين كانت هيك الطبخة جاهزة الحمد لله على هيك هالنعمة والحمد لله على كل شي ومتما شايفين هون بقى حطيت الأكل أكلنا وخلصنا ومت بقى ردعت الجلي ومالجلي ما بخلص ما بخلص يا صبايا الله يعين الماء عنده جلي لأنه أيام بص مثلا بيستغربوا الصبايا بص بكون عباجلي على إيدي كونت جلي مثلا فيها جلي كتير أو مثلا فيها جلي بده تطبيق فبضطر انه أجلي على السريعة ايدي مشان ما يضل عندي جلي لأنه كتير بكره منظر الجلي على المجلة ما بطيء أشوف جلي على المجلة أبدا أبدا هلا هيك بقى متما شايفين قلت بخلص مشان هيك أعملي بقى كاتتين عصير آخر المساء هلا هون هي صبايا في شغلي لأحكي لكم عنه كتير كتير منكم بسأني انه شون بتضلي لابسي الغرض من الصبح للمساء بتصوري فيه صبايا أنا وقت مثلا بلبس هاد اللبس بلبسه مشان أصور فيه يعني متل هلا هاد العباي هاي بلبسه مشان انه بضل أصور فيه يعني بأنه فتفاضة ستورة هيك يعني فطبعا يعني من من وراء التصوير أكيد ما رح أضل لبستها يعني أنا بخلص للمقطع بخلص هيك الشغلات يعني خلص بلبس مثلا لبس البيت عرفتو فكتير الصبايا بستغربوا من هالقصص هاي فيه كتير قصص صبايا مشان التصوير نتعذب فيه بس بتلاقوا يعني انه إجباري يعني مشان السترة ومشان انه الشغلات تكون هيك فتفاضة أو غطى الصلاة مثلا أنا عندي غطايين صلاة ثلاثة عندي فصبايا وقت اللي بكون عب أصور بغطى الصلاة بكون عب بلبس الغطى الصلاة اللونه أبيض بصلي فيه عرفتو فلا تستغرب يعني أنا بصلي مثلا بغير غرض طبعا إذا صورت بهذا الطاقم جلت فيه وهيك الطاقم الصلاة كده أصلي بغير طاقم عرفتو علي فهيك صبايا كتير ايام تعليقات والله هيك بتضحكوني إنه ماني به الشوب بتضلي لبسي هاللبس ما بعرف إيش لا لا صبايا لا تاكنوا أمي اي والله الله يسعدكن يورب كلياتكن ويجبر لي بخاطركن وبسألكم كلياتكن واحدة وواحدة هالله هوني متنا شايفين صبايا دخلت أشرب كاس العصير وقلت بسمع أسكار النوم لأنه كتير هيك عباقلق بالليل وبعديني كمان قلت بسجل الفيديو يعني بخلص بالنوم الله وكيلكم أنا سمعت أسكار النوم ما كملت كاس العصير أمت قلت يلا بكرة بسجل خلاص لحقاني أمت حطيت راسي ونمت وبس هيك بحبكم كتير كتير بشوفكم فيديو جديد بأمان الله صبايا سلامة